اشتركوا في القناة بالتأكيد مباريات تكاس الأمم منذ الأمس وضربة البداية ومباراة الافتتاح الكاميرون بركينا فاسو الرأس الأخدر إثيوبيا واليوم في حوالي الساعة الثالثة ظهرا كانت مباراة السنغال وزنبابوي مباراة المغرب وغانا في هذه اللحظات لكن بالطبع كلنا مهتمين جدا بمباراة مصر وناجيريا وضربة البداية ان شاء الله لمنتخبنا الوطني غدا ان شاء الله هتكون الساعة ستة بتوقيت القاهرة على ملعب نادي أحمد أدوجو في جروة في الكاميرون مباراة مهمة جدا ضربة البداية مهمة جدا لمنتخبنا الوطني حلقة النهاردة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا ولكن عايز ابدأ مع حضراتكم بخبر متعلق بكأس العالم للأندية وكلنا تابعنا خلال الفترة اللي فاتت أحاديث كثيرة جدا عن هناك اجتماعات قد تحدث خلال هذه الفترة على هامش افتتاح كأس روم الافريقية المكتب التنفيذ للاتحاد الافريقي عقد اجتماع يوم الخميس الماضي وبالطبع قد يكون هناك اي امر متعلق بكأس العالم للأندية السويسري جياني انفنتين ورئيس الاتحاد الدولي لكورة القدم فيفا سيصل الى الكاميرون وقد يبحث مسألة تأجيل كأس العالم للأندية كل هذه الاخبار كانت منتشرة بشكل غريب جدا خلال الساعات القليلة الماضية ولكن الاخبار المؤكدة حتى هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها مع حضراتكم ان المكتب التنفيذ للاتحاد الافريقي لم يناقش ولم يبحث ولم يعني يبحث اي امر متعلق بكأس العالم للأندية وموقف الآلي في هذه البطولة الدولية اللي ان شاء الله هتنطلق يوم 3 فبراير في ابو ظبي وازم التزامن الموعيد مع ختام مباريات تأكاس الامم الافريقية اذا ان شاء الله منتخبنا الوطني وصل الى المباراة النهائية وبالطبع ده بنتمنى ان المنتخب يصل للمباراة النهائية ويعود الى القاهرة بكأس الامم الافريقية وبالتالي المكتب التنفيذي لم يناقش هذا الامر تماما وعلى مدار اربع اجتماعات خلال الشهرين اللي فاتوا لم يناقش اي مسؤول في المكتب التنفيذي هذه الازمة اللي بالتأكيد عامل ارتباك كبير جدا بالنسبة لي استعادات الاهلي لبطولة كأس العالم للاندية ايضا كمان جياني انفنتينو لم يصل الكاميرون الا بالامس قبل موعد الافتتاح بحوالي اربع ساعات لم يعقد اي اجتماعات لم يتحدث مع اي مسؤول بخصوص هذه البطولة وعاقب نهاية الافتتاح ومباراة الافتتاح بين الكاميرون وبركينا فاسو غادر مباشرة وعاد مجددا الى الدوحة وبالتالي لم يناقش رئيس الاتحاد الدولي موقف كأس العالم للاندية الكل يتحدث عن تقديم البطولة او تغيير معاد البطولة او تأجيل البطولة كلها انباء غير مؤكدة ولكن الاجتماعات الرسمية التي تجرى خلال الفترة الاخيرة لم تشهد اي امور متعلقة بمنافسات هذه البطولة او حتى تغيير موعدها اربع ايام او تأجيلها خلال الفترة القادمة المؤكد لكل السادة المشاهدين وكل متابعي برنامج السادسة ان ورش العمل التي يجريها الاتحاد الدولي مع الاندية المشاركة في البطولة بدأت منذ اليوم بدأت منذ اليوم واليوم كان هناك ورشة عمل مع النادي الالي بخصوص الاجراءات التنظيمية والادارية والفنية والطبية استعدادا لمنافسات كأس العالم للاندية التذاكر تم طرحها وتم طرحها للرعاة والاندية وايضا كمال للجمهور من خلال منصة الفيفا عبر الانترنت وبالتالي كل الامور اللوجستية والادارية بتؤكد ان البطولة في موعدها خلال الفترة من 3 الى 12 فبراير هل خلال الام القادمة قد يحدث جديد؟ لا اعتقد لا توجد اي اجتماعات خلال الفترة القادمة لا توجد سمت اي اجتماعات خلال الفترة القادمة والفيفا مازال مصر على اقامة البطولة خلال الفترة من 3 الى 12 فبراير إلا إذا كان هناك قوة قهرة قد يؤجل معاد البطولة خلال الفترة القادمة بسبب فيروس كورونا ولكن التذاكر تم طرحها ورش العمل الخاصة بتنظيم البطولة تمت بالفعل رسميا من اليوم وخلال الأيام القادمة العشرة الأيام القادمة هناك اجتماعات أخرى مع تشيلسو بالميراس ومنتري المكسيكو وكل الأندية المشاركة في البطولة إذا كأس العامل عندها في موعدها وبالتالي ما زالت أزمة تضارب الموعد ما بين كأس الأمم وكأس العامل عندها مستمرة خلال الفترة القادمة ده كان خبر مهم لازم أبدأ به لأن للأسف كل السادة المتابعين والمشاهدين والمهتمين جدا بموقف هذه البطولة بيسمعوا أخبار كتيرة قوي خلال الفترة الأخيرة لكن دايما إحنا نكون معاكم في الأخبار الصحيحة والأخبار المؤكدة والمعلومات المؤكدة من الاجتماعات الرسمية اللي بتتم سواء داخل الاتحاد الإفريقي أو حتى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا طيب الجزء الثاني المتعلق معايا بمباراة مصر ونيجيريا كلنا بالتأكيد بننتظر مباراة بيرة بكرة إن شاء الله تكون ضربة البداية ومهم جدا ضربة البداية تكون يعني فيها نتيجة جيدة أتمنى يا رب بإذن الله نفس المشهد اللي شفناه في 2010 في أنجولا لما منتخبنا الوطني بدأ منافسات البطولة بمواجهة نيجيريا وفوزنا وقتها على نيجيريا وأحرزنا اللقب كان آخر لقب كأس أمم فوزنا به عام 2010 في أنجولا ممكن تكون فعل كويس بداية مباشرة نتكون البداية مع نيجيريا وكانت آخر مباراة رسمية بيننا وبينهم في منافسات كأس الأمم كانت في 2010 في أنجولا زي ما ألتوكم النهاردة يمكن السنغال تفوقت على زمبابوي في دي 94 برقلة جزاء أحرزها ساديو ماني وفي هذه الأثناء هناك مباراة المغرب وغانا الساعة 6 وأيضا غينيا وملاوي في نفس التوقيت وفي الختام اليوم في الصهرة الساعة 9 جزر القمر والجابون مباراة مصر ونيجيريا بكرة زي ما أكدت لحضراتكم هتكون الساعة 6 بتوقيت القاهرة تليها مباراة غينيا بيساو والسودان ضمن مباريات مجموعة مصر في كأس الأمم لفرقية هتكون الساعة 9 إن شاء الله على نفس الملعب ملعب أحمدو في مدينة تجاروة في الكاميرون كل التوفيق المنتخبنا إن شاء الله النهاردة كان فيه مؤتمر صحفي حوالي الساعة 1 وربع بتوقيت القاهرة حضروا كارل الساكيروش المدير الفني البرتغالي لمنتخبنا الوطني وايضا كمان نجمنا المصري والنجم العالمي محمد صلاح نجم نادي الفربول واللي بالتأكيد النهاردة يمكن تحدث بشكل جيد جدا فيه المؤتمر الصحفي وتحدث كمان عن الاستعدادات خلال الفترة القادمة كارل الساكيروش كمان النهاردة أشد بشكل كبير جدا بأداء المنتخب النيجيري خلال الفترات السابقة وقال النهاردة إن مباراتنا مع نيجيريا بالتأكيد هتكون مباراة مهمة جدا وإنه من الشرف والسعادة أن نبدأ البطولة بمواجهة قروية كبيرة مثل مواجهة نيجيريا قال لكارل الساكيروش إن طموحه في البطولة بسيط هو الفوز بس بالسبع مباريات يا رب إن شاء الله يكون الطموح ده على أرض الواقع أن تكون نتائج جمال موسى وبإذن الله المنتخب يعود ويفوز بكأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميروش كان كلام مهم جدا لكارل الساكيروش لكن كمان صلاح النهاردة قال تصرحات مهمة بخصوص كيف يستعد منتخبنا الوطن للبطولة وما هي الأمال والطموحات التي عقدها عليها الجماهير بخصوص الفوز والعودة بكأس البطولة والمنافسة خلال مباريات كأس الأمم خلال الفترة القادمة نتابع تصرحات صلاح في المؤتمر الصحفي هذا أنا شايف أننا نجحس كويس الفرقة نعتبر أننا في مصر نبني كل شوية نبني فرقة فجبنا موجود مدرب جديد مادة أداة كويسة مع الفرقة وصلنا بشكل كبير للماتش حرص وصلنا للماتش اللي هو الكاس العالم كل مكان بتبوش بتلاقي فيه لعبة جديدة كل سنتين بتظهر لعبة فأنا شايف أن الفرقة فيه سكة دمية في المية جايين نحارب أن نحن نوصل لنهاية البطولة نأخذ البطولة إن شاء الله لكن ماقدر شعور أننا نرشح الأول بس ماقدر شعور برضو أننا مش هنطلع كل اللي عندنا عشان خاطر نفسينا وعشان خاطر نسعد الناس في مصر إن شاء الله نعمل حياة كويسة ونرجع بالكاس بس أنا متفائل وشايف أن الفرقة عندنا سكوة إن شاء الله لا أكيد باتبساطة أن أنا موجود في جالسة أحسن ثلاثة العيبة يعني شوية بتبديك إحايا أن أنت بس لعبة تقول بتتكلم المجهود السنة اللي فاتت والسنة دي برضو فأكيد كنت مبسوط أن أنا كنت موجود فيها أفتكر أن أنا ليه الحق أنني صغط لنفسي بس أنا ما صغطش لنفسي بس أتكر المدرب برضو ممكن يكون صواط لي بس يعني هايبان هايبان كله هايبان سواء بزير المتيجة هايبان كمان شوية صلاح أنت من غير ما تسأل مين هيصوت لو الشعب المصر لو فيه استفتاء جماهير بنسبة كبيرة مش 25% بس المقدرة من فكرة جمع الأصوات 25% للجماهير و25% للمدربين واللاعبين وكده لو الشعب المصري كله دخل صوت بالتأكيد هتبقى اكتساح ما فيش أي منفس ما بينك وبين ميسي كريستيانو أي اسم قدام نجمينة المصري محمد صلاح اللي عمل موسم وعمل فترة مميزة جدا لأي لاعب مصري محترف في أوروبا مثال يحتزى به وهيفضل دايما فخر مصر وفخر العرب بيعمل إنجازات عظيمة جدا وأبرز إنجاز أنا شايفه وكل الناس شايفاه إن اسمه مصري دايما بيتردد في الملاعب الإنجليزية هل حد كان يتخيل إن ممكن اسمه مصري يتردد في الملاعب الإنجليزية ولو مرة أو مرتين ده كل مباراة اسمه مصري بيتردد بالإضافة لده لاعب مصري موجود في جايزة زابيست دمن القائمة المختصرة التلت لعيبة ده عمره ما حصل قبل كده احنا كنا بنتمنى بس إن يكون من ضمن العشرة أو من ضمن القائمة المبدئية لكن احنا وصلنا المرحلة وصلاح وصلنا المرحلة إن يكون عندنا لاعب مصري موجود في القائمة المختصرة التلت لعيبة وبينفس مين؟ ليونيل ميسي اللي احنا من سنين كنا بنتفرج عليه وبنتمنى بس إن حد يكون بيلعب قدامه وفرحنا كنا حتى لما شفنا الأهلي لاعب برشلونة في دورة ويمبلي دلوقتي عندنا لاعب مصري بينافس ميسي على جايزة الأفضل من خلال جايزة الفيفا زابيست مهم كمان عايز أقول لحضركم في هذه الأسناء وأنا معاكم على هوا مباشرة خبر مهم جدا متعلق بلاعب النادي الأهلي بدر بنون حسب الأنباء الواردة لينا من المغرب بنسبة كبيرة خلال الساعات القليلة القادمة بدر بنون إن شاء الله سيعود إلى القاهرة وينتظم مع الأهلي في الفترة القادمة لأن المعلومات اللي وردت لينا إن تم استبداله بأشرف بن شرقي خلال الساعات القليلة الماضية وده إجراء طبي تم اتخاذه من قبل المنتخب المغريب وبالتالي بدر بنون قد يعود للقاهرة خلال الفترة القادمة عقب شفاءه وليما لا بإذن الله يكون أحد الخيارات المتاحة لكأس العالم للأندية ده هيتم التعرف عليه خلال الفترة القادمة لكن رسميا من خلال متابعتنا للسكورشيت وقايمة المنتخب المغربي تم استبدال أشرف بن شرقي ببدر بنون وبدر بنون سيعود للقاهرة خلال الفترة القادمة وخرج من منافسات كأس الأمم الإفريقية في الفترة الحالية مع المنتخب المغربي ألف سلام على بدر بنون وننتظر عودته للقاهرة للكشف الطبي والاستعداد إن شاء الله للفترة القادمة مع الأهلي خلال منافسات كأس العالم الأندية ولما لا؟ إذا كان فيه فرصة أن يشارك في كأس الربطة ممكن ده نشوفه خلال الفترة اللي جاية طيب الأخبار الخاصة بقى بفريق الكرة في النادي الأهلي النهاردة دكتور أحمد أبو عبلة طبيب فريق النادي الأهلي أعلن سلبية مسحة سنائي الأهلي وده خبر الحمد لله جيد بعد الخبر السيء اللي احنا قرنا بالأمس إن خمس لعيبة يعني مسحتهم كلها إيجابية وده كان خبر بالنسبة لنا مزعج جدا لكن النهاردة طبيب فريق النادي الأهلي دكتور أبو عبلة طمنا وقال إن فيه سلبية مسحة اتنين من نجوم النادي الأهلي وقال إن السلبية المسحة دي خاصة بطاهر محمد طاهر ومحمد فخري لعب الفريق خلال الفترة الحالية وهيبقى فيه برنامج تدريبي في اللجيم خلال الفترة الحالية على هامش المران الجماع عشان يطمئن على حالة هؤلاء اللاعبين قبل النزول والمشاركة في المران الجماعي خلال الفترة اللي جاية النهاردة المران كان الظهر في ملعب مختار التتش بالجزيرة وزي ما انتوا شايفين على الشاشة ده جزء من التدريبات الجماعية اللي النهاردة كل اللاعبين المتحين شاركوا فيها بقيادة تابيتس مسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي ليه النادي الأهلي قال كمان دكتور أحمد أبو عبلة إن فيه مسحة طبية جديدة هيتم إجراءها لللاعبين اللي جدت مسحتهم إيجابية خلال الـ 24 ساعة الماضية لكن بشكل عام هو طمننا قال حتى اللاعب اللي مسحتهم إيجابية حالتهم الحمد لله كويسة ما فيش أي أعرض عليهم خلال الفترة الحالية وقال إن كل اللاعب الحمد لله حالتهم مستقرة خلال الفترة الحالية قال اللاعب اللي هتغضع كمان للمسحة في الفترة الجاية عشان يطمئن عليهم رامي ربيعة وياسر إبراهيم برستاو ولويس ميكي سوني وأحمد عبدالقادر وأحمد نبيل كوكا كمان فيه جزء متعلق بالنادي الأهلي خلاص احنا بنتكلم النهاردة الـ 2 يعني بالكتير 48 ساعة والأهلي هيدخل معسكر مغلق استعدادا بقى لمواجهة الجونة يوم الخميس القادم هذه المباراة في كأس الربطة التي لم تؤجل حسب ما قال البعض خلال الساعات الأخيرة أنه يتم تعجلها بسبب بعض الغيابات اللي في الأهلي كل مباراة كأس الربطة في موعدها وأولى مباراة الأهلي هتكون أمام الجونة إن شاء الله يوم الخميس القادم على ملعب الأهلي وي السلام الساعة 2 ونصف عصرا إن شاء الله وكل التوفير للأهلي بيزد الله في هذه المباراة وتكون يعني استعداد جيد لكأس العالم للأنديا في ظل طبعا القيمة المتاحة وفي ظل أن حتى هذه اللحظة احنا بنقول لكم كل المعلومات الواردة لنا بخصوص منافسات مونديال الأندية ما فيش أي جديد البطولة في معادها ما فيش أي اجتماعات كل اجتماعات الكاف اللي كانت موجودة في الفترة الأخيرة محدش نائش أصلا موضوع الأهلي ولا مشكلة الأهلي في كأس العالم للأنديا وهو فريد بالتأكيد بيمثل القرى الإفريقية في كأس العالم للأنديا عرضنا المؤتمر الصحف الخاص بتصراحات محمد صلاح وكارلوس كيروش وكل التوفير رب بإذن الله لمنتخبنا الوطني غدا الساعة 6 بتوقيت القاهرة أمام منتخب نيجيريا أخرج إلى الفاصل وبعد الفاصل نواصل مع حضركم بها فقرات برنامج السادس